اوب 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 شو كل هالوراق؟ جاهز للعبة اليوم يا إبراهيم في عنا بس ثلاث حزازير لطفين خففين ومش صعبين هاتي لنشوف بالشي سؤال الأول شو يعني فقر؟ حرمان من الدخل؟ حرمان من التعليم؟ غياب الحد الأدنى من الموارد؟ أو كل ما سبق؟ بتخيل كل اللي قلتيهن؟ مظبوط سؤال الثاني قديش نسبة الفقر بلبنان؟ 1%؟ 90%؟ 40%؟ أم 74؟ بلبنان أجد 90%؟ مش صح سؤال الثالث والأخير إيه متى اليوم الدولي للقضاء على الفقر؟ 10-20 الأول؟ 17-24 أو 31؟ لا أنا صراحة مليش بالتواريخ بس بحث 17 والله وزبطت معك بتلادي أيلول من هاي السنة ظهرت دراسة جديدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا واللي بتعرف بالإسكوا هالدراسة أظهرت نسب صادمي جداً عن معدل الفقر المتعدد الأبعاد بلبنان بس لحظة قبل ما نبدأ حكي عن هاي الدراسة خيراً نرجع شوي للبداية تمام بلش يا إبراهيم شو يعني فقر؟ بيعتبر شخص فقير إذا كان مستوى استهلاكه أو دخله أقل من مستوى الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجاته الأساسية يعني هيدا مستوى الحد الأدنى هو خط الفقر بمعنى شو فيه تحته يتصنف فقير ويالي فوقه مش فقير وطبعاً فيه مستويات مختلفة بين الأشخاص انت صنفوا هون أو هون وفيه أسباب كتير بتساهم بزيادة الفقر مؤخراً مثلاً كانت جائحة كورونا مظبوط ووفقاً للبنك الدولي دفعت هالجائحة ما بين 88 و 115 مليون شخص للفقر وغالبيت هالفقر الإجداد موجودين بجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء اللي أصلاً معدلات الفقر فيها مرتفعة ويرجح أنه يرتفع هالرقم بالـ 2021 ليوصل ما بين 143 لـ 163 مليون وهيك بيصيروا ضمن 1.3 مليار فقير بيعيشوا بالفعل بفقر متعدد للأبعاد وهون بيكون حطنا الجمال لأن هات بالضبط ياللي ساير بلبنان فقر متعدد الأبعاد الفقر مش مسألة اقتصادية بحق يعني مش محصورة بنقص أو حرمان الشخص من الدخل على العكس توسع مفهومه ليسير الفقر المتعدد الأبعاد وهالمفهوم بينقاس بالحرمان بستة أبعاد أساسية هي التعليم، الصحة، الخدمات العامة، المسكن، الأصول والممتلكات، والعمل والدخل وهون بنرجع للدراسية اللي إعدتها لإسكوا للبحث بالأبعاد المتعددة الفقر في لبنان للفترة ما بين 2019 و2021 وبحسب هالدراسة، الأسرة بتتصنف فقيرة إذا كانت بتعاني من وجه واحد أو أكتر من الحرمان حتى لو كانت هالأسرة مش فقيرة مادياً يعني مثلاً، الأسرة المحرومة من التيار الكهربائي بتتصنف فقيرة حسب مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد حتى لو كانت إمكانيتها المادية بتخولها أن تشترك بمولد خاص للكهرباء إذا كان هيدا الشي متاح وبينطبقها التصنيف نفسه على الأسر العاجزة عن الحصول عن الأدوية رغم قدرتها المادية على شراءها إذا توفرت يعني هلأ بدك ترجع للحزورة الثانية وتتخيل قديش نسبة الفقر في لبنان؟ الحالي فوق 99% بحسب أرقام الإسكوة، فاقم الفقر في لبنان بسنة واحدة ليطال نحو 74% من السكان بعد ما كان 55% بالـ 2020 و28% بالـ 2019 وإذا بدنا نقيسه بالمفهوم الجديد، فضاعفت نسبة الفقر تقريباً من 42% لتوصل لـ 82% ما بين 2019 وـ 2021 عملياً هالشي بيعني تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير وانخفاض نسبة دو الدخل المتوسط لأقل من 40% من السكان وتقلصت فقة الميسورين لتلت حجمة من 15% بالـ 2019 لـ 5% بالـ 2020 طبعاً بترجح النسب العالي جداً لأسباب كتير حصلت بهالسنتين مثل وباء كورونا، عدم ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع معدل تضخم من حزيران 2019 لحزيران من هاي السنة بنسبة 281% وإضافة للانفجار الهائل بمرفق بيروت كلها كانت صدمات من الداخل أنهكت الاقتصاد وزادت معدل الفقر بشكل غير مسبوق فدنا المستوى المعيشة لسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين وبحسب الأمم المتحدة، 9 من كل 10 لاجئين سوريين بيوقعوا تحت خط الفقر يعني زيادة بنسبة 60% من سنة 2019 وطبعاً بتأثر الأزمة على الكل بلبنان ومش بس اللبنانيين لبنان بيستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالعالم بالنسبة لعدد سكانه شو قلتي لي بالحزورة اليوم؟ فيه يوم عالم القضاء على الفقر يا شكله هو اللي رح يقضي علينا هو يوم عالمي، على أمل نساعد بعض ويجي يوم ما يكون فيه فقير واحد بكل العالم ولبين ما يجي هاليوم؟ برأيكم كيف ممكن نقضي على الفقر؟ اشتركوا في القناة